بعملية نوعية وتخطيط محكم وضربة خاطفة مقتلوا ما يسمى والي الأنبار المكنى أبو منصور وثلاثة من مرافقه في عمق صحراء الأنبار الإرهابي يعتبر أحد المسؤولين عن استهداف المواطنين العزل على الطريق الدولي في الرطبة ليضاف هذا الصيد الثمين إلى مجموعة القيادات الإرهابية التي تمكنت القوات الأمنية من استهدافها بعمليات استباقية قتل أغلب ما يسمى الولاة لداعش الرهابي وأيضا شهل حركتهم طبعا التكتيك هذا من خلال خلية الاستهداف المشترك في قدارة العاملات المشتركة والمعلومات الدقيقة التي تأتي من خلال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وكذلك الاستخبارات العسكرية وباقي الأجهزة الاستخبارية التي حقيقة تعطي معلومات دقيقة وأيضا صقور الجو الأبطال تنفيذهم دقيقة والي الأنبار هو المسؤول العسكري والمسؤول الأمني ومنفذ الاختيالات ومسؤول المفخخات والعبوات الناسفة لا بل حتى الغزوات لذلك وكالة الاستخبارات طلعت بهذا الدور بشكل دقيق ستة أوكار لعصابات داعش الإرهابي دمرت بشكل كامل في محافظة صلاح الدين بعد عملية في وادي المحاسن اتمكنت القوات من تفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة من قبل الجهد الهندسي ولتستمر القطاعات بتوجيه الضربات على العناصر الإرهابية ضمن الإرادة الصلبة بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش يوم في ديالة ويوم في جنوب غر كوركوك ويوم في أيضا جنوب غر بنينوة وأيضا ضبط الحدود العراقية السورية العراقية الأردنية العراقية السعودية متابعة مستمرة وعمليات نوعية مستمرة للضغط على التنظيمات الإرهابية أينما تكون امتدت المرحلة الأولى والثانية مالتها من غر بنينوة إلى حد قيارة عمليات كربلا من قيادة العمليات المشتركة ببغداد زيد الطائي قناة العراقية الإخبارية